متابعي القناة مرحبا بكم معنا في فيديو جديد ما تنسي اجدامنا بالاشتراك في القناة وتفهيل الجرس بيش توصلكم كل الأخبار الجديدة والحصرية اكشف عصام الدردوري عن معلومات صدمة واختيرة بخصوص ملف التسفير والاغتيالات السياسية وتورط ابنة رشد الغنوشي انتصار الخريجي في فاضحة تمس الأمن القومي خلال ظهوره الأخير اكشف عصام الدردوري أن الأخوين والمخابرات يخشون كل الخشياء من عودة العلاقات الدبلوماسية التونسية السورية والذهاب قدما في التعاون الأمني والقضائي وتبادل البيانات المتعلقة بالجماعات الإرهابية وبالتالي اتمام الفتح الكل لملف التسفير الإرهابيين عبر تسلم الأبحاث والقراءة والسجنة وهما سيزيد من في تأكيد توفر القراءة التي تثبت تورط إخوين تونس بدعم من المخابرات في هذا الملف الذي يعد حاصرة الإرهاب على المستوى الوطني والدولي في السنوات الآخرة وفي نفس السيق اكشف عن معلومات اختيرة بخصوص صفقات مشبوهة لتمس حقيقة التسفير والاغتيالات السياسية وتهديد القضاة وفق قوله وعن إرسال إطار أمني سامي ورئيس إدارة في جرائم إرهابية إلى منزل المساعدة الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لتقديم عروض مغرية من أجل طلب نقلة من قطب الإرهاب وعدم الإشراف على التحقيقات في ملف الإرهاب والتسفير وأكد أنه تم القاء القبض عليه مع عدد من الأمنيين وصلت الضوء على بنت رجد الغنوشي انتصار الخريجي في تكوين وتدريب مجموعة من المدونين وصناع المحتوى وإدارة المواقع والصفحات وعن بعث مركز للغرض في العاصمة وتكفلها بعملية التكوين والتدريب لعشرات الشباب وقد كان للمخابرات دور في تكوين هذه العناصر وفق قوله